مرحبا بكم سيداتي وسادتي في حلقة جديدة من حلقات خلا أشوف برنامج قل رأيك لذهنك المخادع الدليل العلمي لآيليات التفكير النقدي اليوم رح نقدم الفصل الثامن اللي هو عن المنطق والمغالطات المنطقية في الفصل السابق قمنا بتغطية الجزء الخاص بتركيبة الحوار بما في ذلك المقدمات أو الافتراضات الأساسية التي ينطلق منها الحوار والترابط المنطقي بين أجزائه وكيف يؤدي كل ذلك إلى الاستنتاج كيف ما أتى هذا الاستنتاج وفي هذه المحاضرة سنقوم بالغوص أكثر في المغالطات المنطقية أو الحجة غير السليمة التي تضعف من الحوار ومع أن هذه المغالطات تصدر من الناس أحيانا بحسنية لكن غالبا ما تكون مقصودة لدوافع شخصية هدفها الوصول إلى النتائج المرغوب بها مسبقا حتى لو كانت هذه النتيجة غير سليمة أو غير منطقية أول مغالطة منطقية يقوم المؤلف بشرحها هنا هي مغالطة الشخصانية أو تسمى ad hominem وهذه المغالطة تحدث عندما يحاول أحدهم أن يدحض قول محاوره بالتركيز على شخصية الشخص الذي يحاوره بدلا من التركيز على الحجج التي يقدمها الأخير ليدحض ادعاؤه وهذه المغالطة عكس مغالطة الالتماس بالسلطة التي تبرقنا إليها بالمحاضرة السابقة إذا تتذكرون ويمكنكم طبعا رجوع إليها إذا حبيتوا لكن عموما هي تتلخص في أن تقبل مقولة شخص ما لمجرد أنه صاحب سلطة أو معروف أو يملك شخصية كارزمية مثلا لكن عندما يقع الشخص بمغالطة الشخصانية فهو يقوم بعكس ذلك أي يقوم برفض الحجة فقط لأن قائلها هو الشخص الفلان فعلى سبيل المثال قد يتهمك أحدهم بأنك ضيق الأفق عندما تقول له أنك متشكت أو ملحد ولا تصدق أي شيء بدون دليل قاطع حتى لو كان هذا الادعاء عظيما من مثل وجود خوارق للطبيعة أو الله مثلا والذي يحتاج بدوره لأدلة عظيمة على الأقل أن يكون متناسبا هذا الدليل مع الادعاء وهذه تهمة شائعة من التي تستخدم عادة كحجة مضادة للمتشكتين على موقفهم أي أنهم يدعون أن المتشكتين أو الملحدين أفقهم ضيق مجرد لأنهم لا يقبلون شيء بدون دليل قد لا تبدو لك بأن هذه شخصانية لكنها بالواقع كذلك وخصوصا عندما يقول لك بأنك ترفض هذا الادعاء لأنك إنسان ذو عقلية ضيقة ولست منفتحا على كل الاحتمالات والتي قد يكون أحدها بأن الادعاء ممكن أن يكون صحيحا أو أنك تعرف الحق لكنك تكابر هنا هو يدخل في شخصيتك ويحللها بدلا من الدخول في صلب الموضوع وهنا يحضرني مثال على هذا ما تعرض له شخصيا عندما ذكر أحد ضيوف قناة الجسور بأن لديه نظرية شخصية تقول بأن المثلية دليل وحجة دامغة على تناسخ الأرواح فعندما يتصرف رجل كأنه امرأة حسب وجهة نظره فذلك لأن روح رجل سكن جسد امرأة وعندما طلبت منه الدليل اتهمني بضيق الأفق لأني لم أقبل احتمالية كون نظريته واردة وانتقد تمسكي غير المبرر بالنسبة له طبعا بما يمليه عليه المجتمع العلمي ذاكرا أن العلم تغير وليس مطلق مغالطة الشخصانية هي جزء من مغالطة عدب الترابط أو non sequitor وذلك لأن رفض الموضوع لا علاقة له بتوجهات المحاور وشخصياته كما كان الحال معي بالمثال السابق وفي الواقع كون الشخص منفتحا لجميع الاحتمالات لا يعني بالضرورة أن يتقبل كل الادعاءات بدون أن ينظر لها نظرة نقدية ولذا فالاتهام بضيق الأفق يأتي حسب وجهة نظر المؤلف من سوء فهم لما يعني أن نكون منفتحين فكريا أو منغالقين كونك منفتح الأفق يعني أن تقوم بتطبيق جميع قواعد المنطق على كل شيء بصورة عادلة وقد يكون الرفض مبررا بل يجب أن تقوم برفض ادعاء ما لو كان هذا الادعاء يعارض المنطق والأدلة والوصول إلى هذه النتيجة أي رفض الادعاء لا يعني أنك ضيق الأفق بل يعني أنك تطبق القوانين المنطقية بصورة عادلة وحسب الأدلة على كل شيء مثال آخر للشخصانية نجد عندما يرفض أحدهم ما يقار بالاجتماع العلمي على أساس أن العلماء فوقيون بطبيعتهم ولا يرد لهم رأي فنحن كما يؤكدون لا نعلم كل شيء والادعاء بالعلم هو تكبر أو كبر وهذه المغالطة تكون بالعادة مرتبطة بمغالطة منطقية أخرى والتي تسمى الالتماس بالنخبوية أو appeal to elitism أي النخبة من المتخصصين هم الذين يدعون المعرفة لأنهم متخصصون أما الأشخاص غير المتخصصين فلن يفهموا ادعاءاتهم ولا يجب أن يبصموا لهم لأن هؤلاء ممكن أن تكون لهم غايات أخرى أو قد يكون رفض الادعاء مبني على افتراض تضارب المصالح فمن يختلف معي لابد أنه يتم الدفع له من قبل بعض المؤسسات الكبيرة التي لها مصالح ذاتية وعلى هذا الأساس فأنا لا أستطيع أن أرفض أدلتهم ودراساتهم العلمية لأنهم مسيرين من قبل هذه الشركات وأبحاثهم مشكوك فيها وهنا أتبكر الدكتور أياد لغنيبي ومغالطاته الشخصانية في أحد الفيديوات وكان هذا الفيديو أعتقد بعنوان حل بالفعل 99% من العلماء يؤيدون نظرية التطور عندما قام بمحاولة يائسة لنقد علماء التطور وكيف أن المجتمع العلمي واقع تحت سيطرتهم من أجل مصالح الشركات الكبرى مستخدما فيديوهات لخلقيين غربيين وقعوا في ذات المغالطة هذا مع العلم بأن ذلك ممكن أن يكون صحيحا أي أن التضارب بالمصالح في بعض الأحيان هو أمر وارد ولا يجب أن يمر برورة الكرام إن كانت هناك شكوك في ذلك لكن بأن تقوم بافتراض عرضي مع وجود كل الأدلة التي تتحض موقفك فقط لكي تسقط حجة الآخر فهذه مغالطة منطقية وهذا مسار خطير لأنه ممكن أن يقودنا في سلسلة غير متناهية من نظريات المؤامرة فعندما لا نجد ما يدعم موقفنا نقوم بافتراض مؤامرة كبرى تحاك من قبل جهة حكومية أو مؤسسة أو شركات عملاقة لها مصالح في صناعة الأدلة الكاذبة وخداع الإنسان العادي العادي هنا مقصود فيه الغير متخصص هذا مع العلم كما يؤكد المؤلف بأنه وعكس ما يعتقد معظم الناس فإطلاق سيل الإهانات والشتائم لا تعتبر مغالطة منطقية فهذه الإهانات ممكن أن توصف بأنها شخصانية لكنها ليس بالضرورة مغالطة منطقية متى تعتبر مغالطة منطقية؟ هي تعتبر مغالطة منطقية شخصانية فقط عندما يتم استخدام هذه الإهانات كحجة لدح ادعاء المحاور ومن ناحية أخرى عندما تقول أن المحاور قد قام بلاي الحقائق ووقع بمطب المغالطة المنطقية فهذا لا يعتبر تصريح شخصاني بل هو بالفعل مغالطة لأن هذا ينصب بذات الحوار وليس بشخصية المحاور وهذا هو الفرق هناك مغالطة لها علاقة بالمغالطة السابقة تسمى بمغالطة تسميم البئر أو poisoning the well وهنا أنت لا توجه كلامك للشخص بصورة مباشرة لكنك تحاول أن تلوث ما قال أو ما يعتقده بربطه وبصورة خبيثة بشيء آخر قد يكون هذا الشيء تاثة أو غير مقبول اجتماعيا ومثال شهير على ذلك ما يسمى بGodwin Law أو قانون Godwin أو حتى حجة Godwin أصل هذه التسمية يرجع لإسم أول شخص نبه لكثرة حدود هذه المغالطة فكثير ما نسمع أحدهم يقول لمحاوره بأن هتلر كان يعتقد بذات الشيء حتى يقلل من شأن المحاور أو من شأن اعتقاده وذلك بربطه بشخصية كريهة كشخصية هتلر أو أن كونك ملحدا أنا أعتقد لكم كلكم سمعت كونك ملحدا مثلا أمر مشين لأن ستالين كان ملحدا أيضا وعلي فتوجهك وفكرك مشين وسيء السمعة فالنتيجة التي يريد الوصول لها هو أنك ترتكب خطأ عظيم عندما تكفر بدينه هو لا يقول لك ذلك بصورة مباشرة لكنه يشوه ما تقول أو يسمم البئر هنا لابد من الإشارة إلى أن هذه المغالطة كثيرا ما يسائس استخدامها وهذا هو الحال طبعا مع أغلبية المغالطات فربط ما يدعيه الشخص بأمر آخر ليس دائما تسميم للبئر فقد يكون هذا الربط منطقي أحيانا وخصوصا عندما تحتاج أن تضع ادعاء ما بالمنظور الصحيح له فقد يكون المدعي لديه مصالح معينة مثلا أو أنه كان قد أتهم بالسابق بجرائم الاحتيال فلنقول أن شخص ما قام بعرض مشروع استثماري عليك وعلى بعض رفاقك وادعى أن مشروعه مضمون ألف بالمئة وما يخرش الأرض مثل ما يقولون لكنك لست متأكد من ادعاءه لأنك تعلم تاريخه الإجرامي الموثق بالسجلات الرسمية فرأيت أنه من واجبك الأخلاقي أن تنبه الآخرين فهل هذا يعني أنك تحاول تسميم البئر للقضاء على مشروع جيد بتطلب علم فما تحاول عمله حين ذاك هو أن تضع البقية في المنظور الواقع الصحيح لكي لا يكون ضحايا احتيال المغالطة الأخرى هي مغالطة أنت أيضا كذلك أو بالإنجليزي أو باللاتيني too quick way في هذه المغالطة يحاول المحاور أن يدحض حجة سليمة بالإشارة إلى أن الشخص الآخر أيضا متهم بذات الشيء بمعنى أن ادعاء قد ينقصه الأدلة لكن ذلك أيضا صحيح مع الادعاءات الأخرى أو ادعاء كمثلا وهذه المغالطة كثيرا ما تظهر عندما يريد البعض أن يسوق المنتجات العلاجية الشعبية والتي لا تعتمد على العلوم الطبية اللي يسمونهم الهوميوباثي وعندما تناقشه بالأدلة على فعالية ذاك الدواء يقول لك صحيح أنه لا توجد أدلة موثقة على نجاح هذا العلاج لنقل مثلا فعالية شرب بول البعير مع ألبانها مثلا لكن ما هو دليلك على أن ما يباع بالصيدليات من أدوية كيميائية كالباندول أو الأيبوبروفن مثلا فعال في إزالة الألم وكما هو واضح للعيان فأن المقارنة هنا غير سليمة بل ومجحفة لكن على افتراض أن المقارنة كانت سليمة فهذا بالواقع لا يهم وذلك لأن غياب الأدلة على تأثير المنتج في كل الأحوال هو أمر مرفوض بغض النظر عن أي من الإدعاءات التهم بها مثال آخر عندما تقول المسلمين أن الإسلام لم يحرم العبودية فيردون عليك بأن بقية الأديان أيضا لم تمنعها لكن هل هذا يجعل الإسلام دين عدالة؟ أو هل هذا يغير من كون العبودية بذاته؟ عمل مشين لا تليق بإله؟ هناك مغالطة خبيثة جداً وكثيراً ما تستخدم في تسويق الاعتقادات الغيبية وهي مغالطة الالتماس بالجهل argumentum ad ignoratium وفي هذه المغالطة يلتمس محاورك جهله أو عدم معرفته بالشيء كحجة للوصول إلى استنتاج معين فيقول لك على سبيل المثال هناك ضوء غريب آتم من السماء وهو ليس طائرة ولا ضوء بنيان بالأفق ولا أي شيء طبيعي بهذا المكان وعليه فلابد أنه صادر من مركبة خاصة بكائنات الفضائية أو UFOs الشيء المؤكد الوحيد هنا أن هذا الشخص رأى ضوء بالسماء وهو لا يعرف مصدره أي جهل مصدره واعتماداً على جهله المسبق يقوم بالاستنتاج أن هذا لا بد أنه صادر من مركبة لكائنات الفضائية عوضاً عن إقراره ببساطة أنه لم يستطع التعرف على المصدر أو أنا لا أدري مغالطة الالتماس بالجهل نصادفها كثيراً مع من ينادون بنظرية التصميم الذكي فما هي هذه النظرية يا ترى؟ مصطلح التصميم الذكي صار شائعاً منذ أكثر من عقدين ليصف نظرية بديلة عن نظرية التطور البيولوجي وفكرتها الأساسية قائمة على أن الحياة على الأرض كان مخططاً بالسابق من قبل كائن أو مصمم ذكي والحجج التي يتم استخدامها من قبل ناصري هذه النظرية لدعم التصميم الذكي منبعها أنه بما أن منظومتنا المعرفية المعتمدة على النظرية الداروينية الخاصة بالنشوء والارتقاء لا زالت ناقصة ولا تفسر كيفية تطور كل شيء كل صغيرة وكبيرة في الحياة فهذا دليل كافي لدحم نظرية التطور ودعم فرضية الخلق ما لا يعلمه الخلقيون بأن هذه الاستراتيجية غالباً ما يشار إليها باستراتيجية رب الفجوات وذلك لأن الخلقيون سواء قصدوا ذلك أم لا يقومون بإدخال المصمم الذكي أو الإله في فجواتنا المعرفية دون أن يقدموا النماذج أو النموذج البديل بكيفية نشأة الحياة على الأرض بل كل ما يفعله هو أن يعتمدوا على الفجوات الحالية في منظومتنا المعرفية كحجة لتسويق بضاعة لا يستطيعون حتى وصف كيفية عمله هذا مع العلم أن فجواتنا المعرفية قد تكون وقتية وليس أبدية لكن ذلك لا يعنيهم في شيء بل حتى الفجوات الوقتية يستغلونها ليثبتوا أن نظريتهم تملأ ذاك الفراغ نظريات المؤامرة أيضا تعتمد على الجهل بالشيء والعمليات التي تتخذ لدعم نظريات المؤامرة غالبا ما تبدأ بعملية خلق الثغرات المعرفية في التفسير الطبيعي للأحدى ومن ثم البناء على ذلك باختلاق القصص الوهمية ومثال على ذلك ما حصل عندما تم خلق الثغرات في تقرير ورن الخاص باغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي وكذلك عندما تم حفر الثغرات في تقرير الحكومة الأمريكية عن برجي التجار العالمي أحداث 9-11 أو 9-11 خلق الثغرات ممكن أن يأخذ صورة التشكيك بأن الأحداث التي لا نعلمها عن الحادث هي أمور مريبة أو غريبة أو تبدو متناقضة بطبيعتها وتستدعي اهتماما خاصا بها وهذه العملية لها أسم وهو تصيد الأمور الغريبة أو أنا أسميها التصيد للماء العكر وتعني البحث عن الأمور التي لا تبدو طبيعية بالأحداث ومن منطلق عدم فهمهم لتسلسل الأحداث يقوم هؤلاء بالترويج لقصة يقومون باختلاقها حسب نظرتهم الخاصة لتلك الأحداث مفترضين أن هناك دائما مؤامرة تحاك خلف القواليس وتمنعنا من تفسير كل الأحداث وهم لا يتوانون عن تقديم قصصهم المفبركة على الرغم من نقص الأدلة لدعم إدعاءاتهم ولا غرابة في ذلك وهم معتمدين أساسا على جعلهم بالأحداث وبعدم قدرتهم على تفسير كل الأحداث بصورة طبيعية وهذا يقودنا إلى مغالطة أخرى وهي مغالطة الخلط بينما لم يتم تفسيره حتى الآن وما لا يمكن تفسيره أبدا وهذا له علاقة وطيدة بمغالطة الالتماس بالجهل ويقع في هذه المغالطة من يقوم بافتراض أن ما لا نعرفه الآن هو شيء لا يمكن أن نعرفه أبدا وهذا يبدأ كالعادة بالتصيد في الماء العكر والبحث عن الغرائب لكي يتم التماس الجهل كحجة إيجابية وعليه فكل نظرية أو قصة تعتبر شرعية طالما لا تعرف عن الشيء الآن لأنه حسب رؤيتهم لابد أن يكون في عالم الغيب الأبدي وهذه الحجة عادة ما تستخدم لدعم الاعتقادات الماورائية والخوارة فعندما لا نستطيع الآن تفسير الشيء لابد أنه من عالم البرزخ مما لا يمكن لعقولنا المحدودة أن تدركه فعلى سبيل المثال قد نرى صورة فوتوغرافية مشوشة أو منظر لشجرة يحركها الهواء وقد ننظر إليها باتجاه معين فنرى هيئة شخص أو وجه معين بسبب البرادوليا لكي تذكرون البرادوليا قمنا بشرحها في الحلقات السابقة ممكن ترجعون لها وكيف أن الدماغ هي جعلك دائما ترى أشباه أشياء معروفة مثل وجوه وغيرها البرادوليا التي تتعامل معها دماغتنا ولا نستطيع أن نفسر ذلك ليش إحنا نشوف هالأشكال فنصل إلى نتيجة مفادها أننا رأينا أشباح لكن التاريخ يبين لنا مراراً وتكراراً بأن الأمور الغامضة تحل مع الاستكشافات العلمية مع الزمن والاستكشافات العلمية ومن المفيد بمكان أن نبدأ بفرضية أن كل الأمور الغامضة يمكن حل الغازها ولو بعد حين فالواضح أن هذا الافتراض كان له آثار إيجابية علينا شجعنا على سبر أغوار المجول بالتسلح العلمي وهذا بالطبع أفضل بكثير من الافتراضي افتراض بمحدودية عقولنا في تفسير الأمور الغامضة ومن ثم نضع الله أو الاعتقادات المورائية في الفراغات المعرفية الوقتية وهنا يعطي المؤلف تجربة محادثة شخصية قام بها مع شخص يدعي بأن عمر الأرض والشمس لا يمكن أن يتعدى ملايين السنين ولا يصل للبلايين كما يزعم المجتمع العلمي وكانت حجته هي معضلة علمية صادفة المجتمع العلمي وتسمى بمعضلة النيوترينو الشمسي كما نعلم فأي نظرية علمية يكون مصدر تخطيئها مشمول بها وذلك لأنها تتنبأ بأمور أخرى فأن لم تتواقف هذه الأبور مع ما تنبأت بها النظرية فهذا يخطئ هذه النظرية وهذه كانت مشكلة النيوترونو الشمسي وهي تتلخص في أن عدد النيوترونو والتي هي جزيئات أساسية تصل من الشمس للأرض كانت أقل بكثير مما تنبأته النظرية التي تقول بأن الشمس تسخن باندماج الهيدروجين مع الهليون وهذا طبعا يتنبأ بعمر لا يقل عن البلايين من السنين للكل ومن هذا المنطلق شدد محاور المؤلف على أن هذا الأمر مريب ولا يمكن تفسيره وكان تفسيره الشخصي بأن الشمس لا تستمد القوة من الاندماج النووي بل من القوة الحركية الناتجة من تحطم الشمس وهو الأمر الذي لا يحتاج لملايين السنين كي يحافظ على الطاقة الشمسية بل فقط لملايين السنين لكن لم يمضي وقت طويل بعد هذه المناقشة حتى رأينا كيف تم حل هذا اللغز بواسطة العلماء فالظاهر أن بعض النيوترينوات كانت تبدل أشكالها وهي بالطريق إلى الأرض وعليه لم تتمكن أجهزتنا من رصدها فبدت أقل عددها مما هي بالواقع وهكذا حلت معضلة النيوترينو الشمسي بوقت قياسي ولم تكن من المعضلات التي لا يمكن أبدا حلها أو من التي تستدعي إلغاء نظرية سليمة من أجلها وهناك مخالطة أخرى شائعة تسمى الثنائية الخاطئة أو الاختيار الخاطئ وهذا ينتج عندما نحدد وبصورة سادجة أو مقصودة الاختيارات المتاحة للنتائج المحتملة لمجرد أثنين ومن ثم نقوم باختيار أحدها في حين أنه احتمال أن يكون الأثنين خاطئين أمر وارد وهذا يأخذ الشكل الرياضي أو المنطقي التالي إذا لم يكن الجواب هو ألف وهو حتما باء وهذا بالطبع يهم الاحتمال كون جيم أو دال أو حتى ياء وهي كلها احتمالات لم نضعها بالحسبان هو الجواب الصحيح ورجوعا لمثال التصميم الذكي فناصري هذه النظرية غالبا ما يقولون إن لم ننشأ ونرتقي أي إن استطعنا خلق الثغرات في نظرية التطور الداروينية بالكشف عن مواطن الغرابة فيها فلابد أننا خلقنا وكأن ذلك هو الاحتمال الوحيد الوارد مغالطة الثنائية الخاطئة ممكن أيضا أن تكون بعمل الاختيار بين احتمالين متقاطعين أي ممكن أن يكونان مجتمعين في آن واحد والمثال الكلاسيكي على ذلك هو الطبيعي في مقابل المكتسب فكثير أو كما نسمع كثير nature versus nurture ما هو من صفاتنا فكثير من صفاتنا لا تكون طبيعية بالكامل أي أنها موجودة بالضرورة بالجينات أو تكون مكتسبة بالكامل أي مكتسبة من البيئة أو من الطريقة التي تربينا عليها فربما هذه الصفات خليط ما بين الأثنين وهذه المغالطة الثنائية ممكن أن تختزل طيف من الاحتمالات إلى أقصى احتمالين الحد الأقصى على اليمين والحد الأقصى على الشمال وكأنك عندما تصف شخصا فهو إما طويل جدا أو قصير جدا ولا يوجد ما هو بين الطولين أو من هو بين الطولين هنا يعطي المؤلف مثال مما سيتطرق له كثيرا بهذا الكورس ألا وهو العلم الحقيقي مقابل العلم المزيف فالعلم المزيف هو العلم الذي يكون بالرداءة بمكان لدرجة أنه لا يمكن أن يتأهل للعلم الشرعي لكن هذين العلمين هما أقصى البعدين للطيف المحتوي للكثير من الأمور المختلطة بالوسط وبدرجات متفاوتة أي هما طرفي ألوان من الاحتمالات العديدة فلا يوجد فقط احتمالين بين الأثنين أي لا يوجد علم نقي وعلم مزيف فقط بل يوجد الكثير بينهما وهذا الاختزال أيضا غالبا ما يقف فيه الكثيرون ممن يحاولون الاختيار بين الدين والتنظيم أو الطائفة أو الكلت عندما يقارنون بينه فبين هذين الأثنين طبعا إحنا قليل ما نعرف الكلت بين المسلمين قليل ما نعرف الكلت إحنا نسميهم الطائفة بس فيه كلت مثل العباد الشيطان مثلا هذا تعتبر تنظيم أو تعتبر كلت فما هو الفرق بين الدين والكلت بينهم فروقات كبيرة أو يعني طيف من الأشياء المختلطة بينهم فبين هذين الأثنين طيف من الاحتمالات لأنهما تتشاركان في أمور كثيرة بالوسط فالتنظيم ممكن أن يكون به بعض الطقوس الدينية وليس جميعها وقد يخلو الدين من الطقوس التنظيمية لكن توجد الكثير من الاحتمالات بالوسط كذلك ممكن أن نجد هذا الاختزال بين من نصفهم بالمتدينين الحقيقين والمرتزقة أو من يكون صادقا باعتقاده أي أن كان هذا الاعتقاد أو أنه مجرد بائع لبطاعة لا يقترد إلا بالردح فهل من يحاول تسويق العلم المزيف من مثل وجود طاقات سلبية وإيجابية بالكون وقوة خارقة يمتلكها هو فعلا يعتقد بهذه الأمور أم أنه يريد بيعك خدماته الوهمية من مثل زيادة مبيعات كتبة أو خلق قلت مثل المنظمة خاصة به في أغلب الأحيان يقول المؤلف بأن الواقع يكون شيئا ما بالوسط أي أنه يعتقد بالشيء ويريد بذات الوقت أن يكتسب من ورائه أيضا قد يكونوا متغاضين قليلا عن بعض الحقائق التي يعرفون أنها تدحض إدعاءاتهم ولكن قد يكونون بنفس الوقت معتقدين بجوانب أخرى لهذا المنتج أي أن يكون موقفهم خليط معقد بين الأثنين هذه المغالطة المنطقية تنبع غالبا من احتياجات البشرية إلى البساطة نحن كبشر نحتاج إلى البساطة فنحن نحب أن نختزل اختياراتنا لأثنين فقط بينما الكون هو أعقد من ذلك بكثير بالطرف الآخر لمغالطة الثنائية الخاطئة هو مغالطة منطقية تسمى مغالطة الاستمرارية ففي هذه المغالطة يقوم مرتكبها برفض أقصى البعدين بحجة أن هناك الكثير مما هو بالوسط وممكن أيضا أن تطبقها بكل الأمثلة التي ذكرها المؤلف بالسابق فنحن مثلا لا يوجد لدينا حد فاصل بين الطول والقصر لكن يعني ما نقدر نقول أن هذا قصير أو هذا طويل كحد أو كقياس معين لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن نصف فؤاد بأنه طويل القامة وأحمد قصيره أو أن نقر بأن علم ما مزيف وآخر شرعي لأن الأثنين ممكن أن يختلطا بالوسط مثلا عندكم ديباك توبرا يخلط بين ميكالكام وبين مصطلح الوعي الكوني ليخلق الصلطة من المصطلحات العلمية التي بالنهاية لا تعني شيء وهو يقدم علم مزيف مغالطة مغالطة بسوري مغالطة أخرى تسمى بالتضارب أو التناقض أو تطبيق مقاييس مختلفة لأحداث متماثلة من أجل ترجيح أحدها على الآخر في حال أنه كان لابد من استخدام مصطرة واحدة بالقياس ليكون للنتيجة مصدقية وهذا الأمر قد يخلق نتائج متقاطعة أو متناقضة أو قد يكون هذا تجسيد لما نسميه بالانقسام وهذا يحدث عندما نستخدم وسائل القياس مختلفة لشيئين مما نريد أن نعتقد بهما دون أن نعلم أن أحدهما يناقض الآخر وهذا غالبا ما يكون بالأمور التي تتحكم بها أحكامنا القيمية أو الذوقية أو الاعتقادية بحيث ممكن أن نقوم بتغيير هذه الأحكام أو أحدها لنصل لنتيجة معينة مثال على ذلك ما يعرف بدفاع الإبريق وهو دفاع سيء السمعة يعرفه من يعمل في القانون عندما يقوم محامل متهم بتقديم حجج كثيرة تناقض بعضها البعض على أمل أن يكون أحد هذه الحجج صحيحا لكي يكسب القضية وينفذ موكله منها بأي ثمن الاسم مأخوذ من قصة تقول أن أحدهم استلف إبريق من جاره ورجعه مكسورا ولما اشتكى الجار للسلطات أنكر الرجل أنه استلف الإبريق ثم ذكر أنه لا أنا استلمته مكسور وبعد ذلك قال أن الإبريق كان بصورة جيدة عندما أرجعته كما نرى كل هذه الحجج تناقض بعضها البعض لكن إن كان واحد منها صحيحا قد يفلت الرجل من العقل هناك مغالطة أخرى تشبه مغالطة تضارب تسمى مغالطة تحريك المرمى وهي تحدث بصورة متكررة تؤهلها لأن تسمى أو أن يكون في لها أسم خاص بها بالمغالطات المنطقية وهذا يتحدث عندما يتم تغيير المعايير باستمرار مع كل حجة تقدمها للمحاور وهذه استراتيجية تستخدم عادة من قبل من ينكر أو لا يريد أن يعتقد بنتيجة ما فعلى سبيل المثال لا زال هناك من يشكك في مهمة أبولو ونزور رواد الفضاء على سطح القمر ويقول أنها أحد المسرحيات المقدمة من قبل ناسا في مؤامرة عظيمة وظلوا طوال سنين يطالبون بصور سواء من التي أخذت من المركبة أو من التلسكوبات لرواد الفضاء أو أي آثار تركت منهم على سطح القمر ومهما يقدمون لهم من صور هم لا يقبلونها ويطالبون بصور أكثر وضوحا بالآونة الأخيرة تمكنت ناسا من إلتقاط صور عالية الجودة بحيث لا تبين الأشياء التي تركها رواد الفضاء خلفهم وحسب بل حتى آثار أقدامهم بالأماكن التي تجولوا فيها على سطح القمر كما نرى الأدلة الموجودة اليوم لا يمكن التشكيك بها لكن عندما عرضت هذه الصور كأدلة رفضها بعض المعتقدين بنظرية المؤامرة مدعين أن ناسا قامت بفبركة هذه الصور لكي تدعم ادعاءاتها أي أنهم يستمرون في إبعاد المرمى كلما واجهتهم بدليل جديد قياس الخلف أو reductio ad absurdum أي تقديم إثبات للقضية بنفي نقيضها هي في الواقع حجة مثيرة للاهتمام وذلك لأنها شكل شرعي من أشكال المنطق وليس بذاتها مغالطة منطقية ولا التوضيح فهذه الحجة تقول بأنه إذا كانت كل المقدمات صحيحة فهذا بالتأكيد سينفي أن تكون نتيجة ما صحيحة وعلي فهذه طريقة شرعية لتقديم الدليل والحجة على عدم صحة نتائج معينة لكن متى تأتي المغالطة؟ المغالطة تأتي عندما يساء استخدام هذه الطريقة الشرعية في المنطق فيفرض المحاور نتيجة غير معقولة ولا تتدفق أصلاً من المعطيات للتوضيح أحد الأمثلة من التي جربها المؤلف بنفسه كانت عندما قال له أحدهم أنت لا تعتقد بالغيبيات من مثل الجن أو الأشباح أو ذو القدم الكبيرة أو أي كائن من الكائنات الخارقة لأنك لم ترها شخصياً من قبل لكنك أيضاً لم ترى سور الصين العظيم فلماذا تعتقد بوجود السور ولا تعتقد بوجود الجن؟ يقول المؤلف بأن هذا القول صحيح لكونه لم يرى سور الصين العظيم بحياته وحسب منطق هذا الشخص فهو لا يستطيع أن ينفي وجود الجن أو الأشباح مثلاً فقط لأنه لم يراها شخصياً أو على الأقل عليه أن يكون متشكك بسور الصين العظيم بنفس درجة تشككه بوجود الخوارق الطبيعي هناك افتراض خاطئ في هذه الحجة والافتراض هو أن عدم اعتقاد المؤلف بوجود الماورائيات من بعه الوحيد أنه لم يراها بصورة شخصية وهذا الافتراض يهم الوجود أدلة أخرى قد تكون حتى أقوى من الشهود العيان في بعض الأحيان وكذلك تفتقر هذه النظرة إلى الافتراضات البديلة فلو كان وجود سور الصين العظيم مجرد كذبة فماذا سوف يترتب على ذلك؟ هذا يعني أن المؤلف والشعب الأمريكي وشعوب العالم كلهم ضحايا خديعة كبرى لكن ماذا يعني عدم وجود الماورائيات؟ هذا يعني فقط أن من يعتقد بها إنما يخدعون أنفسهم بوجودها ولا يحتاجون عندئذ أن يقدموا الأدلة على عدم وجود هذه الخوارق بعكس ما يطالب به من يقوم بعدم وجود سور الصين العظيم حجة المنحدر الزلق slippery slope على فكرة أغلب هذه المغالطات المنطقية في عندنا حلقات على أجهر قمنا بالتمثيلية فيها وشرحناها وهذه واحدة منهم حجة المنحدر الزلق slippery slope fallacy تشبه مغالطة قياس الخلف في كونها تقول أنه إذا قبلنا بموقف معين لقضية ما فلابد أن نقبل الموقف الأقصى لذات القضية أو أن نتائج حتمية ستكون لنا بالمرصاد وهذه الحجة عادة ما تستخدم في الأمور السياسية فعلى سبيل المثال هناك من يحتاج على تطبيق قانون منع السلاح الهجومي في أمريكا وطبعاً هنا بصراحة مشكلة كبيرة هي وجود السلاح بأمريكا بيد كل من هب ودب وتعوني شفنا اللي حصل في تكساس وكمان بعدها اللي حصل في أوهايو وقبلهم أيضاً في لوس أنجلس في خلال تقريباً ما مر أسبوع بين كل واحدة منهم وهذه يعني فيه هناك من يطالبون بتطبق بمنع السلاح الهجومي أو السلاح اللي لأي شخص يقدر يعني يمتلكه وشين يقولون؟ يقولون بأن هذا الإجراء لو طبق طبق فستكون نتيجته وخيمة وذلك لأنه سيطبق أيضاً على أسلحة الصيد يعني راح يقولون يمنعون أسلحة الصيد أيضاً وكذلك يمنعون الأسلحة المستخدمة بالرياضة وهذا بدوره سيضيق الخناق على حرياتنا الشخصية أكثر فأكثر فهذا هنا اللي سوونا أن أهم من شيء شرعي لمنع السلاح حتى يقللون من عدد القتلى والكوارث اللي تحصل من هذا بأنهم يمشون في منحدر زلق ويفترضون الأشياء هذا مع العلم أن هذه الأمور ليست من الضروري أن تتبع ما قبلها أي من الممكن منع نوع معين من الأسلحة بدون أن نضطر إلى منع غيرها أو حتى تضيق الخناق على الحرية وللأسف هذه الحجة أيضاً يتم تقديمها لوقف الأبحاث الخاصة بالخلية الجدعية الجنينية فيتعذر من هم ضدها بأنه لو سمحنا للنساء بالتبرع بالمبايض مثلاً بمبايضها مثلاً من أجل تشجيع هذه الأبحاث فهذا من شأنها أن يفقد المرأة حريتها مستقبلاً بالتحكم بجسدها أي أن المسألة راح تصير تجارية أي ستكون نتيجتها الحتمية هو سلب مبايضها بالقوة أو بالمال وبالتأكيد فهذه ليست بالضرورة نتيجة حتمية لأبحاث الخلية الجدعية والتي من شأنها أن تنقض حياة الكثيرين المغالطة أو الإسهاب مش مغالطة هو الإسهاب أو التوتولوجي هو أسم بالمنطق الرسمي لأمر شرعي في جميع الأحوال أي ممكن للمحاور الإسهاب في شرحه أو باستخدام التعبير المكرر لتكون حجته مفهومة فلا شيء في ذلك لكن متى ما عدت هذه الحجة الحدود المنطقية فأصبح التكرار مجرد حشو أو ريتوريكل توتولوجي وهذا الحشو غير ضروري في الحجة فهذه مغالطة وهي تأخذ صورة خبيثة بالذات عندما يتم التكرار لإيجاد الحجة التي تدعم نتيجة معينة يعني أعمل تكرار أو كرر 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 لحد ما تثبت ما بدأت منه وبالمعنى المنطقي هو بما أنك بدأت من سين فإذن فالجواب هو سين بمعنى أن ما توصلت إليه هو ذاته المقدمة التي بدأت منها وقد يكون الحشو غير ظاهر لأن أحيانا المقدمة والنتيجة قد يكون معروضين بطريقة مختلفة قليلاً وهني ييجي التلاعب بالكلمات مغالطة المصادرة على المطلوب وتسمى أيضاً ما يستوجب السؤال طبعاً هذه مغالطة ما يستوجب السؤال يسأ فهم فيعتقد السامع مثلاً أنها تعني السؤال يطرح نفسه وليس هذا هو ما نعني بهذه المغالطة بل المقصود هو أن يكون الجواب أو النتيجة هو بالأساس أفتراض موجود في المقدمة يعني ما افترضته بالمقدمة هو ما وصلت له بالنهاية وهذا شكل من أشكال الحجة الدائرية ومن أشهر الأمثلة على ذلك عندما يسألك المؤمن من خلقت فكلمة من بالسؤال هو مؤشر إلى أن هناك كائن عاقل قام بالخلق بينما يجب أن يكون السؤال كيف أتينا في الوجود ومثال آخر على هذه المغالطة نجدها عندما يدعون بالقدرة على العلاج باللمس وهذه النوعية من العلاجات تعتبر من صنف العلاج البديل أو الهوميوباثي غير المعتمد على أي أدلة علمية أو أي فهم للجسم أو الأوتونمي البشري والمعالج الذي يقوم باستخدام هذه الطريقة يدعي بقدرته على العلاج من الأمراض عن طريق التحكم في مجالات الطاقة الخاصة بجسم الإنسان يعني يضع اليد بالبطن فيخرج المرض اللي ما حد يشوفه غيره أو الريكي اللي يستخدم فيها الإيد على أساس أنه يحرك طاقات معينة وكلها تعتقمد بدورها على الطاقات لم يتم إثباتها أصلاً علمياً لا يوجد أي إثباتات أنه هناك طاقات تخرج وتتحرك في جو بدون وسيط يعني اسأل أي فيزياء يدارس في الطاقة أو مهندس كهرباء تخصص المجالات الكهرومغناطسية مثلي سيقول لك أنه لم يسمع أبداً بهكذا الطاقة وفي الواقع عندما يدعي أحدهم بقدرته على العلاج باللمس لكونه يتحكم في مجالات طاقة الإنسان فعلينا أولاً أن نسأله السؤال التالي هل بالفعل هناك مجالات طاقة لجسم الإنسان؟ وأين هي؟ وكيف تنتقل بالفراغ؟ ومن؟ ثم نسأله هل التحكم بها يعمل بالفعل على علاج المريض؟ وأين الأدلة على ذلك؟ وفي أغلب الأحيان لن يستطيع أن يقدمها لك بل سيتعذر بأن العلم لم يتوصل إلى تفسير كل شيء ولا يجب أن نكون جلفين بالتعامل مع الطبيعة وهناك مغالطة أخرى من تلك التي تقع ضمن إطار المغالطة الدائرية ألا وهي مغالطة ليس سكوتلندي أصلي وهذا شكل دلالي أو استنباطي أو معنوي من المغالطة الدائرية وليس شكل مباشر على سبيل البثال لو ادعى أحدهم بأن جميع الأسكتلنديين شجعان فيأتي آخر ويقول أنا أعرف شخص أسكتلندي جبان فلما التعميم؟ فيجيب عليه المدعي قائلا بأن الشخص الذي تعرفه ليس أسكتلنديا حقيقيا ألا يبدو ذلك معروفا لأسمعنا؟ كم من المرات سمعنا أن الدواعش لا يمثلون الإسلام لأن الإسلام دين سلام؟ ما يفعله هؤلاء بالواقع هو أنهم يضمون الإدعاء في التعريف أي أن كل إسكتلندي شجاع أو كل مسلم مسالم هذا هو التعريف وعليه فيصبح من البديهيات ودون الحاجة لالتماس أي دليل أو منطق في مغالطتهم الدائرية حتى لو ثبت أن بعض الإسكتلنديين جباناء وأنه ليس كل المسلمين مسالبون وهذه الحجة تسمى أيضا الحجة الدالية أو أن المقدمة تستدل على ما سيتم استنتاجه بالضرورة لاحقا المقارنة الخاطئة أو false analogy هي نوع من أنواع المغالطات التمويهية وهي تحدث عندما يقوم المحاور بعمل المقارنات بين أشياء غير متشابهة وعلى أسس غير مناسبة للمقارنة من أجل أن يوضح موقف معين وتصبح النتيجة مضللة أو خاطئة مثال على ذلك عندما يدعي أحدهم بأنه حسب الإحصاءات المتوفرة لدينا فأن الدلائل على حدوث ESP أو القدرات الحسية اللي يقولون عندهم قدرات حسية إنه ممكن يعملون تخاطب من بعد هذا يعتبر نوع من ESP اللي يقدرون يحركون مثلاً شيء عن بعد هذا أيضاً يعتبر من ESP هذه الأنواع اللي الكثيرين أو إنه لهم طاقات ممكن يقرون المستقبل أو ممكن يشوفون أشياء هذه كلها تدخل ضمن ESP أو حتى التلبذي التخاطم من بعد بعد مع أشخاص ثانين أو معرفة أحوال معينة فهذه تسمى كلها ESP فهذول ما في عليها أي يعني أدلة فهم اللي يقولون أن مثل التخاطب هذه الأشياء الـ ESP لا تقل قوة عن الدلائل بأن تناول الأسبرين ذو الجرعة القليلة أو ما نسميه أسبرين الأطفال يومياً بإمكانه أن يمنع الجلطة يعني يقول لك أنت تقول أنه ما عندي أدلة على الـ ESP طيب أنت نفس الأدلة اللي على الـ ESP هي نفسها الموجودة على كون الأسبرين الأطفال يمنع الجلطة جلطة القلب نفس هذا فكيف أنت تأخذ الأسبرين أو تعتقد بـ الأسبرين ممكن أن يكون عنده علاج أو أن يمنع الشيء وما تعتقد بالـ ESP وعليه فالأدعائين يجب أن يكونان مقبولين أو غير مقبولين بنفس الدرجة هذا المنطق وهذه هي الحجة المقدمة لتسويق فعالية الـ ESP من قبل من يدعون امتلاكه لكن الواقع أن هذه الحجة تحمل مقارنة خاطئة لأن الإدعاء بأننا نملك حواس خارقة ليس منطقياً بنفس درجة تناول الأسبرين ذو الآثار الفيزيائية المعروفة مختبرياً بقدرتها على تقليل بعض المشاكل الشريانية التي تؤدي للجلطة وحتى على اضطراب أن الإحصائيات متشابهة لكن الوسائل المستخدمة في البحوث لكل من الـ ESP والأسبرين هي مختلفة تماماً وعليه فالمعنى المستمد من هذه الأحصاءات مختلفة بدورها ولا يجوز عمل المقارنة باستخدامها وكذلك هناك مسألة تكرارية البحوث فالأسبرين يتعرض لإعادة البحوث عليه بصورة دورية مستمرة وهذا لا ينطبق على الـ ESP والذي توقف البحث فيه تماماً وعليه فالمقارنة بين الأسبرين والـ ESP هي مقارنة خاطئة بالأساس تقريباً قبل شهرين أو ثلاثة أحد الأصدقاء كان ياخذ هذا الأسبرين للأطفال علشان يمنع الجلطة ذكروا له أن في حالته في حالته هو لن تكون مفيدة حسب الأبحاث الجديدة يعني الأبحاث دورية ودائمة ومشكل الأحوال يعني ينطبق عليها هناك أيضاً مغالطة ذات علاقة تسمى خطأ المقارنة الخاطئة أو false-false analogy fallacy وهذا يحدث عندما يتم رفض حواراً ما على أساس أنه قام على مغالطة المقارنة الخاطئة لكن بالنظر الدقيق لهذه المقارنة وجدنا أنها لم تكن خاطئة لأن الاختلافات بين الشيئين المقارنين لم تكن بين الأمور الجوهرية والمهمة في عمل المقارنة ذاتها بل كانت على أمور جانبية وبالتالي وبالتأكيد هناك دائماً اختلافات بين الأشياء المقارنة وإلا لما كانت مطروحة للمقارنة لأنها ستكون عندها متطابقة تماماً وعليه فإن تمت الإشارة إلى هذه الاختلافات غير المهمة بالمقارنة وكأنها نقاط ضعف المقارنة ويتم رفض المقارنة برمته على هذا الأساس فهذه بذاتها مغالطة منطقية تقريباً خلصناه فخليكم صبركم معنا عندنا بعد مغالطة الجنتيك فالسي أو المغالطة الجينية هذه المغالطة محيرة قليلاً لأننا قد نعتقد بأن اسمها لا يدل عليها لكن من سخرية الأقدار بأن هذا الأسم مناسب لها بالتمام والكمال لكننا نحن من نسينا المعنى الجدري لإسم الجين فاليوم نحن نستخدم هذا الأسم لنشير إلى الجينات أو الصفات المتوارثة لكنها بالأساس لم تكن تعني ذلك بل كانت تعني قصة الشيء أو تاريخ الشيء وعليه فالمغالطة الجينية تعني دمج تاريخ الشيء بالحتض الجاري فعلى سبيل المثال المصطلح طلوع الشمس يعني عندما نقول طلعت الشمس فهذا لأننا نستخدم نفس المصطلح الذي يرجع إلى الزمن الذي كان يعتقد به أن الشمس حرفياً تطلع من المشرق وتصعد في السماء ولم يكن يعرف وقتها أن هذه ظاهرة تحدث بسبب دوران الأرض حول محورها لكن إن قلت مثلاً أن الشمس طلعت في السماء هذا الصباح فذلك لا يعني أني لازلت أؤمن بهذا الاعتقاد أو أني أدعم نظرية الجيوسنتريك الكونية الجيوسنتريك اللي هي دوران الشمس حول الأرض اللي كانت كانوا لتقريباً 500 سنة كانوا يعتقدون البشرية كانت تعتقد فيه فالمعنى التاريخ لهذا المصطلح لم يعود وارداً لمعناه الحالي ولكننا مع ذلك لازمنا نستخدمه وهذه مغالطة جينية أو تاريخية إن أحمد وكذلك مصطلح طلع البدر علينا أو عندما يقول الملحد مثلاً لصديقه عندما يودعه في أمان الله فهل هو يعني ذلك حرفياً؟ بالطبع لا لكن هذه مصطلحات ورثناها تاريخياً ونرددها لأنها صارت جزء من لغتنا دون أن نقصل المعنى الحرفي منها وكذلك يختر على بالي مصطلح rolling up your window or cranking up the window rolling up the window يعني إذا تذكرون السيارات القديمة كان فيها مقبض ومثل liver lever تلفها علشان تصعد النافذة اليوم ما نستخدم هذا نستخدم سيارات صارت إلكترونية أنت بس تستخدم زر والجامة تصعد النافذة تصعد لكننا لازالوا بالدول اللي تكلمون اللغة الإنجليزية يقولون rolling up the window or cranking up the window وهاي طبعا مغالطة جينية مغالطة رجل القش أو stroman argument هي مغالطة جدا شائعة تحصل هذه المغالطة عندما يعلق شخص ما على نسخة محورة من حجة محاورة بدلا من مناقشة موقفه الحقيقي بالحوار يعني بالضبط كمن يخلق لعبة من القش ويكيل اللكمات لها حتى يضحض حجة محاورة وهذه تستخدم عادة عندما يجد الشخص صعوبة بالرد على حجة محاورة فيقوم باستخدام البديل الأسهل بالضحة ولذا علينا الانتباه جيدا للمحاورة حتى نفهم حواره جيدا ونعرف ما هو سبب هجومه وما هي معطياته وما هو منطقه وما هو موقفه الحقيقي فأن قمت بالهجوم المضاد لموقف هو لم يتخذه بالأساس بل أنت من افترضته فأنت بهذه الحالة تقع بمغالطة رجل القش هناك أيضا مغالطة تسمى مغالطة المغالطة the fallacy fallacy وهي مغالطة مثيرة للاهتمام بالفعل لأنها تحدث عندما نفترض أن رداءة الحوار يؤدي دائما إلى الاستنتاج الخاطئ لكن هذا بالطبع غير صحيح وهو مقام المؤلف إذا تتذكرون بالتأكيد عليه في المحاضرة السابقة ويمكنكم طبعا الرجوع إليها فالحوار ممكن أن يكون غير سليم لكن هذا لا يعني أن النتيجة بالضرورة ستكون غير صحيحة بل ممكن جدا أن تكون صحيحة لكن الحوار الذي استخدمته غير مناسب للوصول إلى هذه النتيجة وعليك فعملك لم ينتهي عند هذا الحد بل عليك أن تغير من محتوى حوارك والحجج التي تقدمها لتدعم موقفك كي تصل للنتيجة التي تريدها هذه كانت المغالطات التي قدمناها لكن ما همية كل ذلك بالنسبة لنا وكيف يمكن يكون معرفتنا بالمنطق والمغالطات المنطقية أحد السبل المهمة للوصول إلى إعادة تصميم أنفسنا وتسليحنا بالتفكير النقدي يقول المؤلف بأنه عندما نتسلح بالمنطق ونفهم المغالطات المنطقية فهذا أمر مهم جدا في بناء شخصياتنا واتزان تبكيرنا وهو بالمناسبة يشجعنا بالمشاركة في لعبة موجودة على الإنترنت تسمى سمي هذه المغالطة المنطقية أو name that logical policy وأنا دورت أيضا هناك عدة ألعاب واختبارات في النت منها pro-profs وخلاصة القول أنه عندما يعني هذه جدا جميلة أو حتى شوفوا يعني فيديوهات القنابي وحيثم طلعت فيها الكثير من المغالطات وحاولوا أن تركزون على المغالطات اللي يقومون فيها ستجدون الكثير أنا شخصيا أجد فيها يعني متعة في أني أبحث عن هذه المغالطات لما أشوف فيديوهاتهم وخلاصة القول أنه عندما تجابه بحوار فعليك قبل الرد علي أن تتأنى وتفكك هذا الحوار إلى عناصره الأساسية من مثل ما هي المعطيات أو المقدمات التي بدأ منها المحاور أو ما هي الافتراضات المستخدمة وهل هي واردة أم لا ثم ما هو المنطق المطبق بالحوار أو الحجة المستخدمة فيه لترى ما هو منطقي وما هو غير منطقي وهذا عمل جيد ومطلوب لكي يكون ردك عليه مقنع وفيه مقصداقية لكن الأهم من كل ذلك هو قبل البدء بالرد على محاورك عليك أن تطبق ذات الشيء على ما ستقدم أنت بالمحاورة وهذا هو النشاط الأصعب لأنه من السهل جداً إيجاد الخلل في نقاشات الغير بينما مراجعة النفس معقد جداً ويحتاج توازن بالتبكير إذن فالتحدي الحقيقي يكون عندما تستخدم نفس اسلوب تبكيك الحوار وتحليله لمحاوراتك أنت قبل غيرك فالهدف بالنهاية من كل ذلك هو الوصول لنتائج أكثر مصداقية وأكثر قابلية للاعتماد عليها وكذلك تجنب المغالطات المنطقية باستخدام المنطق واختبار المقدمات والافتراضات التي نبتدأ منها وفقط عندما نعرف أساسيات المنطق والمغالطات المنطقية يمكننا أن نقول بأننا نضع أرجلنا على الطريق الأمثل للتفكير النقدي الصحيح هذا كانت محاضرة اليوم في الحلقة القادمة سيقوم المؤلف ستيفن نوفيلا بالتطبرق للإنحيازات الحدثية والإدراكية شكراً لك شكراً لك